بعد جملة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إيطار عقلنة سوق السيارة في الجزائر بدأت معالم هذه التدابير مبكراً قبل حتى دخول منظومة رخص استيراد السيارات حيز التنفيذ المنتظر في 2016 معالم هذه الإجراءات كانت في انخفاض الواردات فاتورة وعدداً وأشارت آخر نشرية للمركز الوطني الإحصائيات التابع للجمارك إلى أن فاتورة واردات السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 بلغت 2.86 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفطرة من 2014 أي بانخفاض يقدر بـ 35.3% هذا بخصوص الفاتورة أما عدداً فقد أشار نفس المصدر إلى أن عدد السيارات المستوردة انخفض بنفس الوتيرة ليبلغ أقل من 241 ألف وحدة مقابل حوالي 340 ألف سيارة خلال نفس الفطرة من السنة الفارطة أي تسجيل تراجع بنسبة 29.1% أي ما يعادل قرابة 90 ألف وحدة كفارق وتشير أرقام الجمارك التي تخص 45 وكيلاً ينشط في السوق الوطنية إلى وجود منحاً تنازلي بالنسبة للعلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية حيث عرفت انخفاضاً في القيمة والعدد هذا وقد جاء الانخفاض في واردات السيارات بعد القرارات المتخذة من طرف الحكومة في انتظار رخص الاستيراد التي يعول عليها أن تساهم في تسقيف واردات السيارات بعد اكتشاف أن أرقام وارداتها أكثر بكثير من طلبات السوق الوطني